ما تتمناه الإدارة الأمريكية في الدلالة على أن حلفاءها يعتمدون على أنفسهم بمواجهة إيران لم تدركه في القمة التي راوحت مكانها وسط الخلافات المتباعدة وما كان يطمح إليه وزير الخارجية القطر في مؤتمر الحوار المتوصف بشأن ما سماه الاتفاق على رؤية مستقبلية بدده في اللحظة نفسها عادل الجبير بقوله نغير موقفنا من قطر حين تقوم بخطوات تعرفها في إشارة إلى المطالب السابقة الملك الصعودي يرفع الصقف عاليا في دعوته الدول الخليجية إلى تكاتف الجهود لمواجهة ما سماها العذائية الإيرانية وفوق الصقف يصطف مع إسرائيل وسقور الإدارة الأمريكية في مسألتي البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي الدول الخليجية تتقاطع فيما بينها تجاه إيران تحت هذا الصقف المرتفع كثيرا الذي تقف عنده السعودية وحدها وتحت إبطها البحرين فلا حليفها الإمارات الموثوق يستطيع المجاهرة بالعدائية النافرة ولا الكويت تفتقد الحكمة الموضوعية ولا سلطنة عمان في الحضن السعودي في خضم الأنواء المتلاطمة في مياه الخليج تهرب القمة الأربعين في بيانها الختام من مغامرة الأوهام السعودية إلى أحلام اليقظة العرقوبية في الحديث عن التكامل الاقتصادي ووحدة العملة في المدى القريب عودا على بدء لما ورد قبل أكثر من عقد وبين قاعر المتطلبات الخمسة يتطرق البيان إلى ما يرد منذ تأسيس مجلس التعاون بشأن تطوير العمل المشترك يبدو أن الأوهام السعودية في المراهنة على مغامرات خيالية لم تقلصها الهزيمة في اليمن وفي سوريا ولا هول الابتزاز الأمريكي ولا مد اليد الإيرانية لوقف الانهيار ربما لا يصلح العطار ما أفسد الدهر